سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو شفت عناي بتقفل وانا بشرح لك الفيديو يعني سامحني انا بصراحة هموت ونام وفي نفس الوقت هموت ووريك المباراة اصلا ده مش لقاء عادي يعني ده كلاسيكو هكارو ناكامورا الافضل على الاطلاق في الشطرانج الانلاين وبطل عالم للشطرانج العشوائي في سنة النسنين ضد فابيانو كروانا بطل امريكا هذه السنة والسنة السابقة حافظ على اللقب مرتين على التوالي الاثنين في غياب ماجنس كارلسون عينهم على لقب بطل العالم كل واحد يوم عايز يبقى بطل العالم القادم اول خطوة نحجز مقعد في بطولة المرشحين القادمة اللي هيفوز بيها يروح يلعب دينجليرن على اللقب وياخده منه او يعني تحصل معجزة ودينجليرن يطلع كده ويحافظ على اللقب بتاعه ويكسب هنشوف لسه راجل يعني احنا مش عارفين هو فين دلوقتي يعني هل سافر الامر هل نزل في غواصة في محيط احنا مش عارفين في ايه المهم هذا اللقاء عجيب وغريب ليه لان الافتتاح اللي تلعب ما بيتلعبش في الطوب ليفل اصلا ما بيتلعب ما بين الناس اللي هما يعني كلاب بلايرز تقييمه الف وتسعمية تقييمه الفين تقييمه الف وسبعم كده يعني واخبالك ذا سكوتش اصلا ذا سكوتش اصلا ذا ما عادش طوب ليفل اوبنينج لايك لازيزي عمل حق واشترك في القناة وملفي ايه طيب طب يلا بينا بيدأ ملك من هكارو ناكامورا قبل هذه الجولة هكارو مع 6 ونص فابيانو كاروانا مع 6 ونص ياسبينكو مع 6 ونص سانتوش فيدت مع 6 ونص وفيه اتنين كمان معهم تخيل فيه 6 معهم 6 ونص الجولة على بعضها اكتر جولة فيها نتائج ايجابية فبكرا ان شاء الله بدون مؤطعة في حفلة من الفيديوهات الممتعة ونشوف النتائج الاجابية دي اخبارها ايه بدأ ملك من فابيانو كاروانا فابيانو كاروانا يلعب الريو لوبيز باحتراف شديد اللي هو نايت سي سيكس ويستقبل الريو لوبيز باحتراف شديد لكن هو لعب هنا نايت اف سيكس مش نايت سي سيكس وهي حيطة صخرية من الدفاع الروسي او ما يعرف بالبيتروف ديفينس وفي الجولة رقم تسعة ناكمورا اخذ البيدأ لان تلعب له نفس الدفاع واستطاع ان يفوز في الجولة رقم تسعة على ايفان تشيبارينوف ما تستغربش ناكمورا لعب مرتين بالابيض ورا بعض في هذه البطولة واعتقد كل لعب حصلوا نفس الحركة لان هي 11 جولة مش 9 جولات والله اعلم بس دا اللي حصل في البيرينج دي تاني مرة يلعب بابيض المفروض المفروض مرة تلعب بابيض ومرة بسود المهم نايت ها هنا لعبات من ناكمورا تفريع هادي مش عايز اي اخناقة وبيبعد عن التحضيرات تفريع الاربع تحمي الاربع تحسنة الاربع تحسنة طلعوا دا تقريبا اول حاجة تتعلمها وانت بدأ تتعلم شطرنج يعني والان دي فور ايه دا دا بقى سكوتش ياعم لا بالتفريع الاربع تحسنها ياعم مش اللي لا دا سكوتش حتى بيجي من اي فور اي فايف نايت نايت دي فور ياكل تاكل يطلب البيضاء تطلع نفسه بالزبط اللي جي في المطش اهو 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 دي فور اكل اكل هو ولا لا هو هو طيب ماشي ربطوا ضاغطا عايز حصان في بيدا اكل الان جديد بالذكر انك ماينفعش تحمي كده عشان في حصان هيروح ببلاش وبرضو لو عملت حاجة من دي خلي بالك دي فايف جامدة واضعفت على المربعات السوداء حاجة يعني مش في مصلحتك اطلاقا رغم انها احسن نقل على الانجن لكن الاولى اكل دلوقتي لو اكل بهذه الطريقة يعني ده مش منظر والابيض معه اربعة مفرودين على تلاتة وهيعمل بيدا سالك على هذا الجناح في النهايات لكن المين لين ان تأكل بالبيدق في الوسط وتضرب الوسط بدي فايف بيشيب دي ثري والان دي فايف ماينفعش تبيت لانه حياكل وحياخد بيدا الشكل ده وصل على الداتة بيز قبل كده وعادة ما يتعادل نتيج ضعف البيادق اه الوسود مع بيدا زيادة بس البيادق ضعيفة وشكل تعادلي ايضا يمكن ان يدفع البيادق لكن بعد النقلة دي هات البيادق الابياد يبيت والسود يبيت وبعدين بيش بقفور جديد بالذكر ان اكيد مش دي عشان دي عليها الكيش وعليها الوزير جاية بماتات وضع مزري يعني اتذكر ان فيه تاكتك هنا هات المات فلازم تعمل كده فيديك الكيش فتخش جوه بعين يعمل كده هات مات فتاكل يرجع يديك مات في واحد يعني حركة كده فاهم من الزمن الجميل اوكي الله ما انا سايبهو لك ايوه بس هتطلب وزيري وده جاف ماتش قبل كده وتلعب بيش بيش بي 2 لكن كوين دي 2 ممكن تتلعب ويبدو وكأن الشكل صفار بس على الانجين لان في كيش ولازم تمشي كده او تلعب F3 والان نفس الكيش وتمشي كده وبعدين انا امشي هنا او هنا تخيل مثلا انك نفست تلعب الرخ دي هتجي تعمل كده تلاقي الكيش ترجعك مكانك تفتح نفس تاخد متات كيش في كيش مات يعني بصراحة هذا البيدق يعني ما يستهلش كل هذا العناء تاخد بيدق وتاخد مات ايه رأيك يعني خد بيدق وقصد ودك مات يعني ايه اللي تأدب ما يصحش يا عم انا بيت اكل والان اتش ثري ما تطلعش اضايقني بيشيب اي سيكس كوين اف ثري ضاغط والان سي فايف نقلة منطقية وممتازة نقلة غريبة جدا من ناكامورا لكن لو بصت على وقت ناكامورا ووقت فابيانو كروانا الاتنين بيسمعوا ليه لان ده تفريع اتعلمو وهم عندهم ست سنين سبع سنين فهم احفور في دمخهم يعني النقش على الحجر كالورق المعرفش ايه في الشجر ايه حاجة كده بقللي في التعليقات التحليم في الصغر كالنقش على الوبر المهم يا سيدي روك دي روك دي وان لعبت فكرتها لو دفعت ده اكل على حس الربط فبشيب تيكس بون تيكس والان كوين اي فايف هات البيضاء كان ده ملعوب قبل كده يا جدعان والناس قاعدة بتسمع يعني يمكن يكون فكر شوية في بيشيب تيكس بس يعني كأنه بيرجع التفريع مش اكتر بيشيب جي فايف الان اذا اكلت حاسب تاخد كيش واخد وزيرك ما ينفعش لكن نايت اي فور افضل نقلة وتجبره على اعطاءه امتياز الفلين وهو يا اما تمشي وتسيب البيضاء اسود احسن يا اما تديني امتياز الفلين تاني وانا ااكل والشكل صفار لكن هو ما كلش هو ساب البيضاء وبدأ يتشألب امام الملك اتبعا للقاعدة الشطرنجية التي تقول الميدل جيم اللي فيه فيا لمتعاكسة الالوان من يهاجم يصبح الافضل ليه عشان الفل الاخر لا يدفع عن المربعات التي يهاجمها الفل المهاجم شوف يا اخي الكلام الملك مشي عشان تجنبا لهذه المشاكل وخسارة فرق والان اي فور البيضاء كان مطلوب ومساحة مانعا الوزير ييجي يضغط على البياد النقلة دي قوية جدا وهنا فابيانو كاروانا فضل يفكر يقول اعمل ايه هنا الانجين بيقول اف سيكس هي افضل نقلة وتخليه يمشي مكانه والدنيا مقبولة فقعد يقول يعني اعمل هنا ايه انا ممكن نلعب ديه ودلوقتي ما عندوش افكار غير ديه واخبالك يدفع البيداء وبعدين انا اقول له امشي فيمشي وخلاص يعني يدفع البيداء عايز يكمل فانا اقول له امشي ما فيش حاجة واضحة يعمل ايه تاني يجي يضغط مثلا على البيداء ده ممكن احمل البيداء ولف الفيل ما فيش حاجة واضحة لكن هيكارو ناكامورا يقول ان النقلة اللي هو لعبها ربما تكون واعت من حسابات فابيانو كروانا النقلة هي روك دي سيكس هذا الوزير الان محبوسه مش محبوس يعني هيتكسب يعني هيتاخد لا بس ماينفعش يروح في حتة هنا هنا يتاكل هنا يتاكل هنا يتاكل هنا يتاكل هنا معا شالة دي خلاص ما دي بلندر برضو عشان باكل هات الوزير يا عم نكسر قوة النقلة البينية اكل الاول بكيش وارجع الماتيريال معايا قطعة كاملة فالوزير محبوس يا ولدي محبوس امشي مش احسن حاجة الانجين برضو بيقول F6 لكن امشي فمشي وينوي يلف الفيل في وجه الملك الفيل ده نفسه يبقى بيلعب على المربعات السود عشان يدافع بس يعني مرة جاية بقى ان شاء الله روك E7 ايه وز بس بصراحة النقلة دي سيئة لان عادة لابد ان تجعل كل قطعك بتحمي بعضها لو انت لعبت قطعة مش محمية بيطلع عليها تكتيكات الانجين بيقول افضل نقلة هنا ان تلعب روك E1 ضغطا على هذه القطعة واذا لعبت F على هذا البيدق واذا لعب F5 للدفاع الان بيش 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 مات واذا لعب روك G8 QH4 هات القطعة وهات وزير في بيدق بكيش مايقدرش ياكل على حس الربطة المهم QE3 لعبت الان بعد روك D تلعب QE3 بدلا من روك E1 عايز يضحي العفريت روك C8 كان افضل حاجة ان يلعب روك A E8 ودلوقت التضحية مش احسن حاجة عشان بعد ما ياكل ياكل بكيش يمشي يديله كيش النقلة اللي بتتعدل هنا دي او دي الاتنين كويسين واذا عمل حاجة زي كده عايز يديله مات فواحد الان في روك D7 نفس للملك يهرب لكن في المباراة روك C8 دي وحشة علشان نفس التفريع لو حصل وانت يمشي عشان يحمي القطعة الان النقلة دي موجودة هات لو سمحت مات الروك D7 مش موجودة عشان الكيش ياخد رخ كاملة فالتفريع الاخر كانت الروك دي هنا محمية فروك C8 بلندر فالراجل اصلا ما قبلش التضحية ولعب F6 بس نتاش نبيدأ الان ايضا لا يمكن ان تأكل عشان القطعة متعلقة بعد ما اكل وزير في بيدا القطعة متعلقة طب اهرب طب اكشف تكشف مين القطعة بلاش ما هو القطعة الغير محمية تؤدي الى تاكتيكات ما انا قلتلك بقى رجل رجع بيدا اقوهات الرخ الرخ لازم تتحرك تحمي صاحبتها والان الرخين اتجوزوا والان روك D8 انسى الكلام ده يا عم ما اكشف عليك انا مش عيان بقولك ده قدرش تقوم لانك مربوط والان بشب هاهنا تحرك من وجهه من وجهه نتش بيدا كمان وعايز يدافع عن التهديدات فلا ابناء لا لقد اعطيتها علامتين تعجب لانها جميلة روك 1 D3 اقطع علي طريق الرجوع عد البياد اكوال لكن الكنج سيفتي مختلفة تماما هذا الملك يعني تحت الضرب والقصف هذا الملك متدف شوية بيشيب H7 اللي جاف باله اي حاجة تبع كلمة تحت القصف دي يعني يذكر اخوانا بالدعاء الروخ الاخيرة نزلت سبعة والان G5 من النقلات اللي يعني نفس للملك وبيفتح طريق للوزير يرجع يدافع وهات لو سمحت الوزير معرفش في المباركة انت شايف حاجة لها علاقة بانه يأكل بكيش يأكل وبعد يعمل كده عايز مات لانه ما فيش مات لان الوزير حامي ساعة كده الواحد بيشوف خيالات كوين جي ثري والان كوين بي وان بكيش ميشي ورجع تاني الان روب تيك سب كيش لابد أن يأكل هنا وسمح ب كوين ها هنا هات القطعة ايوه بس القطعة محمية طب هات الرخ يعني بصي يعني لو انا قلت اي تهديد مش حقيقي قوي فانا زي ما فهمتك يعني انا هموت ونام انا قلت لك صح؟ انا مش فاكر طب يا عم كبرنا بقى ماشي ماشي بص يا سيدي هذ الشكل مثلا لو انت طلبت الوزير في حماية الوزير بديك كشة على الهوى اسمه تنظيف بنظف ودي مات بنظف الطريق عشان اعدي الوزير فما ينفعش طبين فاحمي من هنا تخسار فرق والمباراة ما اعمل ايه اعمل زي ما ما فابيان و كروانا اعمل كسر اجباري بس البيادئ سيئة وبعدين ادي كش واكل وبعدين الفيل اتحرك امدي كش ومكسر ودخل نهاية هي لمتعكسة الالوان لكنه شاف اني نهاية دي بتكسب بعد بيشي بجي فايف انا هوقع البيدئ ومعايا ثلاث بيادئ سالكين خد البيدئ ببلاش ينفع وانا باخد البيدئ كده والبيادئ الموبيلتي او التحرك بتاعها يتشل ومعدوش يبقوا خطيرين لازم افوت واطلع على البيدئ اخده سي فور طلعت عايز البيدئ اخد بالك ان لو الدفع البيدئ دا دلوقتي مربع ترقيته اصلا محمي فما فيش حاجة تقلق فالبيشي برجع يحمي البيدئ والان بيشي بديتو منع الدفع البيدقية وجاهز انه يعمل كده 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 والبيدئين بيكسبوا ويفوز هكارو ناكامورا ومعا سبعة ونص من عشرة لوحده لا هذا هو موضوع الحلقة القادمة لو حابب بكرة نطلع في الجزء الاخير او في الساعتين الاخرانيين من هذه البطولة ونتابع النتائج ونشوف المباريات عاملة ايه بث مباشر بقالنا كتير ما طلعناش بث مباشر جريدت اقولي في التعليقات اتمنى تكون مبسوط وسعيد ولا تنسى الدعاء لاخوتنا واهلنا في فلسطين ربنا يكرمهم وينصرهم ونشوفكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة